بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله جميعا مشاهدي قناة عين التعليمية اليوم بإذن الله سنتحدث في درس من دروس برامج صعوبات التعلم وهي استراتيجيات حل المسال اللفظية المساعدة للطلاب ذوي صعوبات التعلم تحدثنا أيضا عن الاستراتيجيات المساعدة في الرسم الكتابي للطلاب ذوي صعوبات التعلم أيضا استراتيجيات التعبير الكتابي المساعدة أيضا لذوي صعوبات التعلم وهذه أيضا من استراتيجيات حل المسائل اللفظية من المعلوم جدا أن فهم المقرو وحل المسائل اللفظية تكون دائما متشابكة ومتقاربة لماذا؟ لأن فهم المقرو في حل مسألة اللفظية يساهم ويساعد في حل هذه المسألة فلا بد المعلم أن يقوي فهم المقرو لدى الطالب من أجل التسهيل في حل هذه المسألة اللفظية وإن لم يستطع بعدة استراتيجيات لا مانع من تحويلها إلى أعداد رقمية وهذه من بعض التسهيلات والمساعدات للطلاب ذوي صباح التعلم ولكن لا يبدأ بهذه الخطوة في البداية يبدأها بعدما أيضا يقوم بإعداد كذا استراتيجية وتطبيقها على الطلاب لأن المسائل اللفظية ربما الطالب يقوم بعدم أو لن يقوم بحلها لعدم فهم هذه المسألة ولكن لو حولت هذه المسألة إلى رقمية ربما يتغير الحال لدى الطالب ويعرف أن هناك عمليات الجمع وهناك عمليات القسمة أو الطرح أو غيرها ربما بعض الكلمات غير مفهومة لو أقول الآن الطالب أوجد ناتج لا يعرف كلمة أوجد ناتج أو المدلول أو المقارنة أو العداد تصاعديا تنازليا في بعض الكلمات تكون غائبة عن الطالب فهنا دور المعلم في توضيح هذه المسائل واختيار الاستراتيجيات في توضيح بعض المسائل اللفظية المساعدة للطلاب ذوي صعوبات التعلم وهذه من الأشياء المهمة دعونا نرى أن حل المسائل الرياضية اللفظية تعتبر من المسائل التي تحتاج إلى مستوى أعلى للنشاط السيكولغوي الذي يتجلى في عملية قراءة الرياضيات وأن مستوى النشاط السيكولغوي يحتاج إلى استخدام تركيب المسألة في جملة رياضية رمزية وقد أثبتت العديد من الدراس أن الطلاب يواجهون صعوبة بالغة في حل مثل هذه المسائل لأنها تفوق العمليات الحسابية نفسها وأن المعلم يجب أن يراعي بعض المعايير في اختياره للمسائل الرياضية اللفظية والتي تتجلى فيه أول أمر هو أن تتألف مسائل الرياضية المهمة تتجلى في الجانب الرياضي هنا دور المعلم في اختيار بعض المسائل اللفظية التي فيها عملية واحدة أول ما يبدأ ثم لمانع اختيار أيضا إضافة عملية أخرى ثم عملية ما بعدها أما بداية بأربع عمليات في مسألة لفظية واحدة أو بعض الكلمات الغير مفهومة هذا يسبب عجز لدى طلاب ذوي صعوبات التعلم وشكل خاص أيضا اختيار الاستراتيجية المناسبة للطالب وليست للمعلم أيضا اختيار استراتيجية المناسبة للفروق الفردية بين الطلاب ربما استراتيجية تناسب مع الطالب صالح ولا تناسب مع الطالب محمد فهنا اختيار الاستراتيجية بناء على قدرات الطالب أي أن كانت هذه استراتيجية سواء محسوسة أو أيضا مرئية أو مسموعة أي أن كان أهم حاجة تكون مفيدة للطالب وليس بالضرورة أن ربما الطلاب يشتركون في استراتيجية واحدة نعم لا مانع من إشراك بعض الطلاب ومساعدته وتحدثنا سابقا أن كل ما كانت استراتيجية بداية بطريقة مجموعات كل ما كانت مهمة جدا ثم أيضا تكون بطريقة فردية اثنين أن تتكون مسألة من أمور حياتية وحقيقية أي يتعايش معها الطالب مثال لو أردنا أن الطالب فرضا اشترى أحمد صندوق من البرتقال وقام ببيعه على زملائه فهذا مهم جدا أن يقوم المعلم أو الطالب في تحديد العدد يقوم الآن بأشياء واقعية يقوم بإحضار البرتقال أو إحضار بعض النقود عند الشراء من المقصف لا مانع من الاستعانة ببعض النقود الحقيقية الواقعية لماذا؟ لكي لا يشعر الطلاب أن هذه الأعداد ليست موجودة على الواقع لو قلت فرضا أو ذكر معلم خمسة ريالات هنا المعلم الأفضل أن يقوم بإخراج خمسة ريالات وإن كانت ريالات أفضل من تكون خمسة بشكل موحدة فحلو أن يقوم بخمسة ريالات واشتراء فرضا بريال أو ريالان يقوم المعلم بخصم هذا الريال أو هذه الريالان هذا يساهم ويساعد في جعل الحياة حقيقية وأيضا واقعية لدى الطلاب أيضا أن تطرح المسأة الرياضية اللفظية عدة مستويات من الحلول عندما إعطاء الطالب فرضا مبلغ مالي نقول له الآن قم بخصم فرضا مبلغ من عشر ريال أربع ريال هذا فرضا مشاركة في جمعية معينة أو في تبرع معين أيضا مبلغ كذا لإعطاء الشراء من المقصف كم يتبقى معك فكل ما كانت المبالغ المالية محسوسة وأيضا واضحة لدى الطالب وأشياء محسوسة كل ما كانت أقرب إلى الواقع وأيضا يتعايش مع الطالب لأنه أيضا يتعايش معها في المنزل يتعايش معها في المدرسة يتعايش معها خارج المدرسة فهذه من الأشياء المهمة أن تكون قابلة لتكوين مواقف أخرى بشرط ألا تتغير بنيتها الرياضية فإذا أردت أن يقوم بتعليم الطالب عملية القسمة أو عملية الضرب أو عملية الجمع لا بد أني أنا أتبعها بعدة طرق ودائما نقول المعلومة كمعلم التي لا تستطيع أيصالها بعدة طرق فأنت لم تفهمها جيدا وهذه من الأشياء المهمة جدا أن المعلم لا يتخذ استراتيجية واحدة فقط ربما الطالب لا يفهمها فهنا يكون عجز لدى الطالب البحث عن نحن الآخر البحث عن استراتيجية فإذا أردت أن أتقدم بخطوة فرضا في مقارنة الأعداد فأقول لما الطالب الآن الأفضل أنك الآن النظر إلى أول عدد في هذه الأعداد وأيضا الأول عدد من المجموعة الثانية العدد هنا فرضا 315 وهنا 314 إذا كان ثلاثة متساوية مع ثلاثة أبدأ أن تقل للرقم الثاني وإذا كان الرقم الثاني متشابه أن تقل إلى الرقم خمسة وأربعة وهنا 315 وهنا 314 فما أعرف أن هنا خمسة هنا أكبر من الأربعة فأقوم بأيضا وضع الأكبر من لمجهة 315 هذه من الاستراتيجيات المهمة وإن كانت العدد مختلفة فرضا أن نقول 500 و300 على طول من أول عدد خمسة وهنا ثلاثة يوضح ولكن لو كانت 3500 أبدأ بمعرفة عدد الأعداد قبل الشروع في المقارنة وإذا كانت العدد متشابهة أنتقل إلى خطوة ثانية معرفة أول عدد يسار وأول عدد يسار من النقطة الثانية وأيضا في وضع علامة المناسبة سواء أكبر أو أصغر أو يساوي قابل للتكوين مواقف أخرى بشرط أن لا تتغير بنيتها الرياضية وهذه من النقاط التي نتها خطوات حل مسألة اللفظية أولا قراءة مسألة وأن الطلاب يشيرون بالصعوبة في هذه الخطوة في فهم مسترحات موجودة فيه حيث أن مسألة اللفظية تكون دو صياغة صعبة بالنسبة للطلاب في هذه الطريقة كثير من المعلمين يشتكي من عدم فهم الطلاب ذوي صعوبات التعلم هذه مسألة اللفظية المعلم في هذه النقطة يكتب المسألة اللفظية كما هي ويقوم بتحويلها إلى أعداد مع إيصال بالطريقة السهم هنا أقصد فيها الجمع يقوم بإشارة علامة الجمع في كلمة الجمع أيضا إذا كانت قسمة كلمة القسمة يقوم أيضا بالإشارة على إشارة أو علامة القسمة بسهم إلى كلمة القسمة فكلما كان الطالب الآن توضحت لديه الأفكار يستطيع أيضا أن يتخيل كلمة الجمع خلاص لا يستطيع لا يريد هذه العلامة يريد خلاص الكلمة يعرف أن المطلوب هنا الآن الجمع وهذا الربط يساهم في تطبيق الاستراتيجية بطريقة صحيحة ففهم المسألة هو أكثر من يعاني أو أكثر ما يعاني من الطلاب ذوي صحيح ما تعلم هي فهم المسألة وإذا فهمها بإذن الله يقوم بحلها إذا هو تدرب عليها أثناء العمليات أو العملية التعليمية أيضا تحديد المعطيات المطلوب من المسألة اللفظية وأن الطلاب يجعون صعوبة في فهم الجداول أو تفسير الرسوم البيانية سواء كانت هذه المسألة اللفظية فيها عدة طرق أو طريقتين أو ثلاثة هنا يأتي المعلم في توضيح هذه الطرق يقوم بحلها بنفسه يقوم بتوضيحها بنفسه المقصود بهذه الكلمة كذا المقصود بهذه الجملة كذا كلما سهل على المعلم أو توضيح المعلم هذه المصطلحات كلما استطاع الطالب أيضا ربطها أيضا تكرار المسائل اللفظية يجعل الطالب الآن يعني يتخيلها يتقنها يقرأها يفهمها يربطها يصير يربط العمليات الحسابية كأعداد أو كرموز مع المسألة اللفظية كجمل أو ككلمات يبدأ بربطها إذا سمع كلمة جمع يقوم الآن بعملية الجمع إذا سمع كلمة فرضا طرح الأعداد يبدأ بوضع إشارة الطرح هذا يساهم ويساعد على الطالب في فهم هذا والتكرار أيضا يساهم في تثبيت هذه المعلومة ثلاثة وضع خطة لحل المسألة والعديد من الطلاب يوجد صعوبة في تحديد العملية مناسبة لحل المسألة بالإضافة إلى أن تطلب ترتيب العمليات المستخدمة وهذه الخطوة هي من أصعب الخطوات التي يواجهها الطلاب لماذا؟ تحدثنا سابقا أنه كلما زادت الخطوات على الطالب كلما كان هناك تشتت الأفضل أن يبدأ المعلم بخطوتين ثم يزيدها خطوة ثم يزيدها خطوة حتى يستطيع الطلاب أن يتمكنوا من هذه الخطوات فقراءة المسألة اللفظية هذه أول الخطوات ثم أيضا توضيح المعاني لهذه الكلمات أيضا من الخطوة الثانية ثم أيضا ربط هذه المعاني ثم أيضا تمثيل هذه المعاني يبدأ الطالب بفهم هذا الأمر وأيضا لا مانع فرضا من استخدام الوسائل التعليمية في بداية الأمر ولكن لا بد المعلم أن يتجرب من هذه الوسائل التعليمية بعد نهاية الدرس يكون خلاص لا يستطيع الطالب معرفة هذه الوسائل فكل شيء محسوس الطالب ربما يفقدها أي أن كان يعني الآن لو كانت هذه تعتبر وسيلة هذه السيارة فرضا وسيلة لأي مكان هذه الوسيلة لو بوجودها بهذه الوسيلة لن أستطيع الوصول لأي مكان ذاني إلا بهذه الوسيلة ولو كانت هذه الوسيلة موجودة معي في كل مكان أستطيع الوصول لأي مكان ولكن لو ذهبت هذه الوسيلة الآن لن أستطيع التحرك كذلك اعتماد ومعلم على الوسائل لن يستطيع الطالب حل هذه المسال أو تعميمها في المنزل أو أيضا في الفصل التعليم العام لماذا؟ لعدم وجود هذه الوسيلة فمهم جدا لا مانع من تدريب الطلاب أول الأمر على الوسائل التعليمية ثم ننتقل إلى الاستراتيجيات وهي أفضل وأعم وأيضا أبقى للطالب وهذه من النقاط المهمة تنفيذ الحل الذي تم وضع خطة له مسبقا وتتجلى الصعوبات في هذه الاستراتيجية واجهة طلاب الإيمان بالحقائق بالإضافة إلى معرفة العمليات الساعة والحل كما تحدثنا عدم معرفته معنى الجمع عدم معرفته معنى الطرح هذا أيضا يؤثر في العملية التحقق من صحة الحل هذه خطة يواجه الطلاب صعوبة في التمييز بين العمليات المناسبة تساعد في التحقيق من صحة الحل أيضا أن الطالب يكتشف الحل بنفسه أو الأخطاء بنفسه هذا يساهم على تثبيت المعلومة وكلما كان الطالب يدرب نفسه على التدريب أو معرفة الحلول بنفسه والأخطاء بتعديلها بعدما يضع المعلم الإجابة على السبورة للجميع ويقوم الطالب باكتشاف الخطاء أو أنه والله كانت الخطأ في الخطوة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يقوم بتعديلها وبدأ ذلك ينتقل تعديل بعض الخطوات السابقة المهمة خلنا نشوف استراتيجية حل المسألة اللفظية اللي هو خطوات استراتيجية ابحث ترجم أجب راجع ابحث المسألة ترجم المسألة أجب عن العمليات راجع حلك أعد قراءتها وهذه التساهم ابحث مسألة اقرأها هل قرأت وفهمت المسألة تأكد نعم قرأت وفهمت مسألة انتقل إلى الآن ترجم هذه المسألة سواء فيها عمليات حسابية هل حولت مسألة إلى عمليات حسابية الرقمية ثم أجب قم بالعمليات الحسابية هل قمت بالعمليات الحسابية الصحيحة راجع يعني اللي هو الحل هل راجعت الحل تأكد نعم راجعت الحل ثم أيضا تأكد نعم حولت المسألة إلى عمليات الحسابية نعم قمت بالعمليات الحسابية دائما هذه الخطوات تساهم وتساعد على قراءة المسألة وأيضا فهمها وعد المسألة حتى لو كانت بلغتك وتصورها فكريا وهذا يسأل وهذه من الخطوات المهمة أيضا القراءة دائما أعد قراءة استخدم اكتب المسائل حلها ودائما عندما يصبح الطابة لديها صعبتها وقادر على توجيه ذاته تنجح العملية الحسابية بشكل مهم هذه بعض الاستراتيجيات المساهمة والمساعدة في تعليم طلاب ذوي صعوبات تعلم المسائل اللفظية وهي أكثر ما يعاني منه طلاب ذوي صعوبات التعلم ختاما كان معكم الاستاذ نايف بن سلمان الصقر في حفظ الله